مازلنا مع تبويبات التكاليف وآخر تبويب يتكلمنا عنه تبويب التكاليف إلى مباشرة وغير مباشرة وهذا التبويب يرتبط به علاقات رياضية أساسية Basic Mathematical Relationship العلاقة الأولى بتتكلم على التكاليف الأولية بتساوي مواد مباشرة زائد أجور مباشرة زائد مصرفات أخرى مباشرة إن وجدت يبقى التكلفة الأولية بتتحدد من كل التكاليف الصناعية المباشرة يبقى المقصود بالتكلفة الأولية التكلفة الصناعية المباشرة عندي مواد مباشرة عندي أجور مباشرة عندي مصرفات أخرى مباشرة تمام نفرض ان ما عندناش مصرفات اخرى مباشرة ما عندناش مصرفات اخرى مباشرة في هذه الحالة لو دي مش موجودة يبقى التكلفة الاولية بتساوي مواد مباشرة زائد اجور مباشرة العلاقة التانية تكلفة التحويل او التشكيل لا بتيجي من جمع اجور مباشرة زائد تكلفة صناية غير مباشرة يبقى ان تكلفة التحويل هي كل التكلفة التي تلزم الى تشكيل وتحويل المادة الخامة الى منتج يبقى اجور وتكاليف صناية غير مباشرة العلاقة التالتة اجمالي التكاليف المواد مباشرة زائد اجور مباشرة زائد تكاليف صناية غير مباشرة المواد هو الاجور والتكاليف الأخرى يبقى هي دي كده ايه اجمالي التكاليف التلات عناصر مواد مباشرة أجور مباشرة تكاليف صناية غير مباشرة ممكن أجيب إجمال التكاليف بطريقة أخرى أننا أجمع التكلفة الأولية وتكلفة التحويل يبقى هم دول إجمالي التكاليف هذا خطأ ليه خطأ؟ لأن لو لاحظت أن التكلفة الأولية جواها أجور مباشرة التكلفة الأولية جواها أجور مباشرة تكلفة التحويل برضو جوها أجور مباشرة يبقى لو قلت إن إجمال التكاليف عبارة عن التكلفة الأولية زي تكلفة التحويل يبقى كده خطأ يبقى أنا جمعت الأجور المباشرة مرتين طب الصح إيه؟ إن أقول إجمال التكاليف ممكن تكون التكلفة الأولية زي تكلفة التحويل ناقص أجور مباشرة هذه العلاقات التلاتة باللغة الإنجليزية أول علاقة الـ Prime Cost الـ Prime Cost اللي هي التكلفة الأولية بتساوي direct material plus direct labor العلاقة الثانية الconversion cost بتساوي direct labor plus indirect cost والindirect cost هي نفسها الoverheat يبقى الoverheat هي نفسها indirect cost ممكن اقول الconversion cost بتساوي direct labor plus indirect cost او direct labor plus overhead cost العلاقة الثالثة total cost direct material plus direct labor plus indirect cost او ان اقول total cost بتساوي prime cost plus conversion cost minus direct labor هذه العلاقات الرياضية ممكن تندرج في الاشكال التالية لو انا جيت قلت مواد مباشرة زي ادو جور مباشرة حيديني تكلفة الاولية دي اول علاقة كده فيه شكل ظريف كده نجمع به معلومات التكلفية طب لو جمعت المواد غير المباشرة زي دول وجور غير مباشرة زي التكاليف غير مباشرة اخرى تديني تكاليف الصناعية الاضافية وكلمة تكلف صناعية اضافية يعني اللي هي الغير غير مباشرة طب لو جيت من فوق وجمعت التكلفة الاولية زي دي التكاليف الصناعية الاضافية ديني اجمالي تكاليف الصناعية لو انا جمعت تكاليف تسوقية اللي هي تكاليف البيع والتوزية زي التكاليف ادارية وتعملية هتساوي تكاليف غير صناعية يبقى اجمال التكاليف الصناعية اللي هي الاولية زائد الاولية زائد التكاليف الصناعية الاضافية واجمال التكاليف الغير الصناعية اللي هي التسوقية وإدارية وتعملية لو جينا جمعنا اجمال التكاليف الصناعية مع اجمال التكاليف الغير الصناعية مجموحهم يديني اجمال التكاليف التشغيل اللي هي اجمال التكاليف الانتاج هذه العلاقات والشكل باللغة الإنجليزية كالآتي Direct labor plus direct material هي دي prime cost ال indirect material وال indirect labor والother indirect cost هي overhead cost لو جينا جمعنا prime cost والoverheat cost هتساوي total manufacturing costs طب وانا عندي marketing costs اللي هي ceiling and distribution costs plus administrative and financing costs مجموحهم يديني non manufacturing costs اللي هي التكاليف الغير صنعية لو جمعنا total manufacturing costs plus non manufacturing costs يعني التكاليف الصنعية زي التكاليف الغير صنعية يديني total production costs مالي تكاليف الانتاج مالي تكاليف